اشتركوا في القناة فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر لأن ذلك أخف لمؤنته يعني التكلفة الكلفة وأسلم له من التغيير يعني التعف ونضيف الآن وأبعد له عن التلاعب بجسده لأنك إذا قلت انقلوه قالوا إيه فيها إجراءات ها ما هي سحب الدم إزالة الأحشاء جعلت تحنيطات خاص دخلنا في شق البطن إزالة الأحشاء وجحب الدم وعمل هذا يشاء هذا ليس من إكرام الميت في شيء ليس من إكرام الميت بل عدوان على جثمانه وشق بطنه حرام لا يجوز وعبث كيف يعبثون به وتزال أجزاء منه ولذلك فإن قضية النقل هذه في كثير من الأحيان مخالفة لأحكام الإسلام ومن المخالفات تأخير الدفن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في دفنه قال أسرعوا بالجنازة وقد أمر الشرع بتعجيل الدفن ونقله فيه تأخير له متى ينقل ينقل عند الحاجة أو الاضطرار مثال وأيضا فيه دليل يعني على عدم النقل هذا عن جابر رضي الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم حملوهم من موقع المعركة على الدواب لدفنهم في المدينة فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم رواء بداوذ التلمذي والنساء بأسانيد جيدة كما قال النووي وروى ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها لو حضرت عبد الرحمن يعني أخاها ما دفن إلا حيث مات وكان مات بالحبش فالحبشي فدفن أعلى مكة والحبشي موضع قريب من مكة وهذا مذاب الشافعية والحنابلة فإذا لا ينقل لكن إذا وجد غرض صحيح للنقل كما ذكرنا حاجة اضطرار مصلحة راجحة فيجوز قال ابن قدامة فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح ثم قال فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز مثل أن يخشى من دفني حيث مات من الاعتداء على قبره يعني مثل يكون في مكان يكرهون جماعة أو قبيلة أو بلد أو هذا الميت فيخشى لو دفن عندهم ومات عندهم يخشى لو دفن عندهم فأن يعبثوا بقبره مثلا أو انتهاك حرمتي لخصومة أو استهتار وعدم مبالاه فعند ذلك ينقل إلى مكان يؤمن فيه عليه وأجازت اللجنة الدائمة نقله إلى بلده تطيبا لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته وكما لو مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما فعلوا ببعض الصلحاء وأحرقوه أهل بدعة مات عندهم واحد من أهل السنة ولما دفن استخرجوا جثة وأحرقوها فمثل هذا إذا مات عندهم لا يتركوا عندهم ينقل ونقلوا هذا غرض صحيح والقصة في نهاية المحتاج الكلام هذا في نقل الميت قبل دفنه أما بعد الدفن فلا يجوز النقل مطلقا عند الجمهور وقد سئل الشيخ العثيمير رحمه الله بعض الناس إذا مات لهم ميت خارج المدينة النبوية أو بداخلها يحرصون على دفن بالبقيع ويحرصون على أن يكون ميتهم بمقدمة بمقدمة المقبرة ولعلهم يعتقدون أن المقدم أفضل من المؤخرة فما حكم ذلك فأجاب إذا كان الميت قريبا من المدينة فإحضاره للبقيع طيب حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع غر قد أما إذا كان بعيدا فلا وأما اختيارهم أن يكون في مقدمة المقبرة ظنًا منهم أنه أفضل فهذا لا أصل له فالمقبرة سواء أولها وأخرها انتهى فماذا لو أوصى الميت أن يدفن بمكان معين ويستلزم النقل قال الشيخ عبد العيس بازر رحمه الله لا بأس أن يوصي بدفنه في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان إن كان مع الصالحين والأخيار وعلى الوصي أن ينفذ إذا استطاع تنفيذها أما إذا لم يستطع تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسابة أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين فإذا كانت المقبرة التي يريد أن يدفن فيها بعيدة عن بلده فلا وجه لهذه الوصية يقول الشيخ بن باز فلا وجه لهذه الوصية فلا وجهه لا اعتبار له ولا حاجة لتنفيذها بل يدفن في مقبرته في بلده إذا كانت مقابر المسلمين ولا حاجة إلى أن يتكلف من التركة يتكلف من التركة لنقلب الطائرات أو غيرها إلى أماكن أخرى انتهى لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار سنأتي على هذه المسألة وبعض المسائل المتبقية قليلة مثل ما هي مشروعية حفر القبر قبل الموت وكذلك ما حكم شراء القبر سنأتي عليها في الدرس القادم السبت القادم من مشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر